الخيانة رقم واحد لمن؟ أو خان الله عز وجل. خان ستر الله عليه. خان أمنت الله عليه. خان أنا ثالث شركين. ما لم يخونه. خان المعاني دي كلها. فالأصل هو الزنب وعمله لله عز وجل. رقم واحد وعمله. وعمله في حق الله. يتوب مش يجي يستغفر لك ويعمل لك. لا مش لك. يتوب ويستغفر لله سبحانه وتعالى. قلنا نبقى واضحين في القصة دي. أما إيه؟ قسر بخطرك. وخصوصا حبيبا. وزوج. ما عرفش عامل. آه. عندك حق. ده أنا كنت عاملة نفسي ومسوية نفسي. آه. عندك حق. لكن لازم أقصل الحاجتين دول. هو عاصى الله عز وجل. وعاصى الله فيك. وخان أمنت الله سبحانه وتعالى عليه ومرحبت الله. ويستغفر لله عز وجل. ويتوب لله عز وجل. ده رقم واحد. وبعد كده يشوف حقوق العبادة اللي ضيحها. دمعنا الخيانة. درجات الخيانة. هي دي تعمل القلق عند معظم الناس. وده اللي أنا عاملة حلقتنا النهاردة. عشان نوضح شوية حاجات. لا بصوا بقى. يعني يجي سؤال مثلا في حلقات. مثلا بقى أنها كانت تلات اربع سنين. تيجي مثلا سؤال على جزء. فنجاوب على قد جزء السؤال. وبعدين لا ما هدكتورها. لا الموضوع النهاردة. هنحقوله بصورة شاملة وصورة كاملة. ماشي. علشان ما تجيش. لا الشيطان يلعب في دماغك. وتأخذ قرارات. أنت ذات نفسك تمدمي على. ولا أنت كمان. تأخذ قرارات وتعمل كذا. في وقت الغضب ووقت طبعا الثورة والفورة. إنك تصدمت بالمشكلة. خلونا نعرف إزاي درجات الخيانة. درجات الخيانة عندي شات. بعدك شات. وشات محرم. شات بينهم ما بين أي واحدة. وشات بينها. استغفر لهم بينها أي راجل. علاقات محرمة. درجات بقى. عارفين العلاقات المحرمة دي بتبقى درجات. مثلا مقابلات بس. أو شات بس. أو استغفر لا. استغفر لا. العلاقة الكاملة الكبيرة المحرمة. اللي هي تعتبر من السبع الموبقات. طيب. أتصرف إزاي في كل درجة. وهنتكلم طبعا. يعني إزاي في كل درجة أعمل إيه. خلونا بتدريكوا في الأول. شات وخيانة الشات وخيانة الواي فاي. خيانة النت. مجرد بس كده. قبل ما أقولك تعملي إيه. أنا عاوزاك رقم واحد. أنك تستوعي بنفسك. عارف أنت كده ما تعودي كده وتهدي مع نفسك. صدمة طبعا صدمة. صدمة أخدتها في حب حياتك. في زوجك. في شركك. في بعيالك. في حد أنت وثق فيه. ثقة عمياء. وحد مؤتمن عندي. ولا يمكن كنت تظن فيه كذا. ده كان في مرتبة عالية جدا. لا يمكن كنت تعمل كذا. بلاش الجزئية الأولية. هتصدمي بس تهدي. أنا عايزاك تهدي. ما تصوتيش. فكري بعقلك. بلاش قرارات مصيرية تغديها أول ما تعرفيك. ده أنا كذا وهعمل كذا وتتصل بالعيد. بلاش فضايح. بلاش صويت والناس كلها تسمع. وبلاش كذا والناس كلها عرفت. لا 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 لا. لا ما فيش إزبري. أنا هقولك تعمل إيه. أنا ما بقولكيش اجتمي مشاعرك. وما بقولكيش مصاب. ما بقولكيش كده. بس إيه دي علشان ما تغديش قرار في وقت الفورة الأولانية دي. ندامي عليه. وكان حاجة ممكن تتعالج بدرجة أقل من كده. وضيعت عليها بسبب الغضب والكلام. بالرحل. مش قادرة. صح. ما هو اللي إيده في الماء. صح. أصل أنتو مش حاسين قد إيه. ده أنا شفت بعيني. ده شفت كلام ما بقوليش. ده قال لها ما عرفش. صح. قول عندك حق. ما حدش درجة خلطك في الكلام ده. بس عايزة كتادي وتستوعيبي بس الموقف. وما تاخدش كرار. ده أنا طلبها منك في أول حاجة. تاني حاجة. معنى هاتك الستر. اتهتك ستره. يعني كان بيعمل حاجة وكان كذا. وكان يقول هاتك ستره. مش من أول مرة. عارفين هاتك الستر بيجي. الله عز وجل يستر مرة واثنين. في ناس. أنا أعرف ناس. الله عز وجل ستر عليها. يعني مثلاً 12 سنة ولا حاجة. من أول ما بنتها. الأول بنت ولدتها. بنتها الكبيرة. لحد ما بنتها بقت في قول أعدادي. وأنا أعرف قلة من الناس. ونروح وننصح وكذا. يا بنتي. الله عز وجل يا بنتي. يا بنت الله. كذا. مرة. ده ما بنتها بقت في قول أعدادي. وتم هاتك الستر. وأعرف من الرجال. يعني يكون لسا يعني. ما وش فهم حاجة في أي حاجة. في النت والكلام ده وسامل حاجة. وراح مش عارف أكلم. هفوة معصية غلطة شطان وسوسة. سموه زي ما تسموه. لكن هو معصية الله سبحانه وتعالى. حصلت. وكذا انكشف من أول مرة أو تاني مرة. المعيار مش بتاعنا. ما نعرفهش والله. لكن فيه هاتك الستر. وده حاجة توجع. حاجة تمزق القلب. إن الله سبحانه وتعالى بعد ما كان ساب الستر عليك. كشف وصلى الله سبحانه وتعالى باسم الستير يا رب. يستر أمة محمد كلها ويتوب عليها. وقلوا أمين. فهاتك الستر شيء صعب. أصيب شيء صعب. لازم تبقي فاهمة كده. وهو في خدقه. ساعات كتيرة جدا جدا. في الستر ومن هاتك الستر عليه. عارفين يحصل إيه؟ تبص تلاقيت صدم. عارفين العلاق بالصدمة. وقت ما حزا وكذا وتوبة إلى الله. واستغفروا الله يا رب. وكذا ويرجعوا. هي أهو. ويرجعوا فاهم ويرجعوا. وبتبقى حاجة كويسة. وبتحسن توبتهم يعني. أوه الله بتحسن توبتهم. وأعرف من الناس والحلاك كتير جدا. بمعيني ده مرض العصر. يصلى الله سبحانه وتعالى. عفوا العافية. الله مأمين. عارفكم هاتك الستر بيكون إزاي؟ طيب. يبقى موعظة. أعمل في هاتك من باب إيه؟ ما بالأ أقوام. بلاش تواجهه. يعني تلميح. لا 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 لا. أنت بتقولي إيه؟ لا لا لا. ده أنا لازم أوقفه قدام نفسه. وأقوله أن أنا شو. أنا بقولك إحنا لسه في مرحلة شلسة. لسه جايين. إحنا لسه ما تطلعيش. ما تنطيش درجات الحل السلم. لما تأخذي 2-3 كده هدي معايا بس. طب أنا قلبي وجعني. ده أنا قلبي أيضا. بص بقى. ولو جهل ماسني كإن النار مولع. لا يمكن. قلت. إيه دي. إيه دي. إيه دي عشان نعرف نحل. ونعرف نرد الراجل ده. ونكوش عاون الشيطان علينا. يبقى مجرد تلميح مش تصريح. ما بال كذا ده. أنا أعرف كذا كذا كذا. والله سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا. واستغفر الله زنب الأمر ده. ترسل. طيب. دي تاني خطوة. أنا بقولك حاجات تستعيني بالله سبحانه وتعالى عليها. وبقولك حاجات كذا. أنا هتكلم عن الراجل طبعا في الأخي. يعني خلينا أولك أوجيلك. لأن ده الخضم الأعظم. يعني نادر قلة قليلا. صلى الله عفوة وعفية. لما تلاقي الست هي الوقت ده طريق مش كويس. لكن الراجل واحتكاكات والنساء. والحريم دلوقتي بيرم تقولك. يعني إيه المشكلة يعني. إيه المشكلة. وها راجل أحسن من دل حيطة يعني. ومشاء الله يعني. مشاء الله. بتكلمش دلوقتي في حل الأمر. الحل ده خلاص. إحنا متوفقين عليه. لكن أنا بتكلم على الخطوات الحرام. لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك. لا في العلاقة ولا في البيت ولا في الرزق ولا في. ليه 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 نعرض نفسنا لكده ليه. طيب. خطوة الثالثة. لو استمر بقى. أنت لمحتي هو. ومستمر بقى في الشات وفي الحاجات. وانت عملك جد لك أنت في الشات. ولا رابط جهاز. ولا خدتي جهاز قديم في الإيميل مفتوح. هيسة. هيسة جميلة كبيرة. يبقى وجهي. واسأليه عن سبب الخياني. ليه؟ لأ معه ساب. لأ. هيقول ده أنت وأنت. أما وجهي والله يا زوجي أنا شفت كذا 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 كذا. والأمر ده كان خنجر في قلبي. والأمر ده كان كذا. وشفته يا ريت عيني ما شافت كذا. وانت قلت كذا. لا ومش أنا. واحد صاحبي. واحد صاحبي خد الموبايل. قصت واحد صاحبي بديت أميره عشان يعمل كذا. فهو ألم. أنت عارفين لما حد يحاول يهرب من حاجة وكذا. نقدر الله سبحانه وتعالى ما تكونش أنت. دي خطوات. لكن لا. وأنا وجاهر. لا خلي بالك. مجاهرة ده يبقى فيها قاعدة وفيها رجالة. لكن غلطة. وانت حبيبتي وانت زوجتي وانت كذا. شفتوا الكلام إزاي. غلطة أصلها ضغطة. لحظة شطان. فيه بيقول كده. قول كده. لو أنت فعلا قول كده. ما تخسرش بيتك. ولا تخسر عيالك. ولا تخسر زوجتك. ماشي كده. زوجتك دي الأصيلة. زوجتك دي الصلحة. أنا هنا بخطب الرجال. ودساقوا الرجال نهاردة يسمعوني. أنا خاطب الرجال بصفة مباشرة في آخر الحلقة. لكن برضو تسمع. زوجتك دي الأصيلة. الصلحة. الطهرة. اللي محافظة على فراشك. اللي محافظة على نسبك. وعلى بيتك. وعلى أولادك. اللي شايلك جوه عنيها. قول. غلطة. قول استغفر الله. قول الشيطان. إيه واجه. انت اللي عن تطلق. لا ما فيش طلقات ولا الكلام ده دلوقت. ازبر. حلول. ليه لأن زوجة بيتك يا بنتي. يا حافظة عليه. حاول اسمع مني. إيه الأسباب. هقولك على حاجة. فيه والله ما له سبب. والله ده أنت السوبر زوجة. ده أنت التحفة الجميلة. ده أنت اللي أيدا صابع كلها عشر. ولو كذا وترضي وتعمليه. والكلام حلو. وانا كذا يا زوجة. وانا حلو. مصدقاك. وعشان كده هنتكلم عن الحاجتين هنا. إن ما فيش تقصير. ما فيش تقصير منك أبدا. ومش نفسك. ما تضغطيش عليها وانت كذا. وتفقد الثقة في نفسك. لا لا لا. ما تحزنش يا بنتي. وتخسار صحتك. لا. اعرف السبب منه. وده الطريق الثاني. ايه؟ ممكن يكون يقولك أصلك. ده أخسر منك. مثلا في ايه؟ أنا عارفة أني مش داك. قولي. أنا عارفة أني فيه زوجات زال. وفي رجالة هي اللي كنت قلت لك. وما هي ما يديك من الأسباب. هو الفراش. عشان بس هو عايزة تزوج. علشان خلقه. أوكي تمام. التزوج وما تعملش الحرام. أنا بقولك أهو. لا لا لا. أنا مش هاطيه زواجه. وانت مرد. وطيء الخيانة والنار وقثامة. وعلى بيتك وعلى أولادك وعلى بناتك. لا 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 لا. يا ما اسمعي كلامي. أنا خلاص. مش دنيا. والنقطة دي. هنتكلم فهمها. لشي ده مش موضوع نهاية نهاردة. عشان ما نخشش بس في سقاق. تمام. يجي يقولك تأثير منك مثلا. مش بقول كده. إن هو بيقول فيه تأثير منك. وفيه أسباج مش ببرر له. أنا مش ببرر الخيانة والخيانة لا تبرر على فكرة. لكن بقول كده عشان إيه. إني فعلا فيه زوجات بتبقى مقصرة. أول ما تحمل وتخلف. والله يتعمل نفسها. ما بتصرحش شعرها. طب أقولك وإيه تعمل. وتقولك لا 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 بيجي. لا بيجي أدو وتعيط ومش عارف إيه. ويا أمي تعالي ويا أمي كذا ويا أمي كذا. طبيعي. وتيجي عين أمها تلاقيت وتخلصتها. تقولك والله قعد تعمل قبل الراجل. زوجها ما يجي لو جيه. عارف عشان هي. مش قادرة. طب يعني إحنا عشان هي مش قادرة نرميها. ما هي حملك لوحدها. آه. خلي بالك. يجي الزوجة من النقطة دي. ويا بنات ويا أمهات من فضلك. علم البنت. إن النظافة دي في كل شكلك. في حالك وفي وقتك. ده ليكي قبل ما يكون لزوجك وقبل أي حد. أنت ذات نفسك. يقولك مثلا النظافة الشخصية. مهملة فيها مثلا. يبقى ننتبه يا جماعة سنن الفطرة. ما يعديش شهر واختسال من الجنابة أو من الحيض. وانت لازم تكون يعاملة سنن الفطرة. رحتك وطيبك ورحت القطيب الطيب. ما فيش ما فيش ما عنديش برق. ونحن نقول الطيب والرائحة. والكلام ده جوه البيت. يقولك إستغفر الله رواح بره البيت. أو عطر بره البيت. لا جوه البيت. طيب يجي تقولك. مش عارفة. لا أعملي. أعملي. واسمعي. شوف البنات بعملي. وتكلمني في حلقات كتيرة جدا. أعرف الحمات واللزبا. ومش عارفة تعملي إيه. وتنقعي نفسك في الزيت. وتنقعي نفسك في اللفندر. تلعبت برؤي جدا وجميل. ده لنفسك يا بنتي. جي حملة جي ولادة جي. أنت ذات نفسك ببكت. ومعظم الخيانات اللي بتحصل. بتيجي يعني في فترة آخر شهور الحملة الأخيرة. وراح تولد عندهمها. لا. قالك يجو لك. قالك يجو لك ما يتسبش. وبعدين هو مش العيال. ده مش ابنه يعني. ولا خد ابنك بقى ونمي في القضاء. لا 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 لا. ده احنا مع بعض الشركة. هذا كلام ده. يقعد معاك حتى من أول شهور الحملة. ويكلم الولد. مش يجي بأول ما يتولد. والولد يجي اسمع سوط الأب يتخاض ليه. لأ متعاود سوطك بس. وانت بقى طلو فيه. لا يتعاود سوط الأب. يقول لأ عشانه بشاطر. قطيب الطيب الماء يا جماعة. كمان بنتكلم عن ريحة الفم. ساعات تقول لك أنا بخسل سناني. وتغسلها بالمعجون. وبحط كل الكلام ده. لكن لو عمدك سنة ولا درس مسوس. هيطلع ريحة مش لطيفة تماما. وريحة مش تمام خالص. فروحي على الجي. وما تقولش ومش قادر يقرب. وبعدين. ده يقول لك ده كات معدية جنب ريحة شعرها. آه آه. النساء بيعملوا حاجات للشعر. مش بس الغسيل ويلا كفلي البتاعة. تقول لك من عم لا بالشامبو شامبو شامبو شامبو. لا خسل وحط الراحة العرافي. الكلام ده بيتجاب منين. وبيتحط معرفش إيه. وبيتحط حاجات مش عارفة إيه بعد الغسيل. وحاجات كده عشان تريحة جلد شعرك ذات نفسه. وريحة الشعر ذات نفسه يبقى لها. يبقى حاجة حلو. مش بقول كده ببرر له. هو أنت كل حاجة يعني هو كان مبرر كزا. طب أنا متضايقة طب أنا تعبنا. آه حلو. تعبنا في فترة. مش كل وقتك. ما إحنا بنقول بقى الأنانة والزنانة والحنانة. ما بيش الأنانة دي خالص. العمال الـ 24 ساعة في 24 ساعة. الـ 12 شهر في 24 سنة. يعني صعب يعني. وقت المرأة كيف تيكم ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقد. آه وينشيل عنك وأعرف أزوات. الله مبارك لهم يا رب. وينشيل زوجته يقول لك لها كذا وعمل لها في وقت تتعبها. وحل وجميل. لكن مش دا دايدا. مش دا سمتك وحالك. على طول يا عيانة يا أنانة. مش عارفة. لا يقول لك ساعة مش عارفة إيه. ساعة الطبيق عيانة. مش أكرر المسأل. وساعة الغسيلة عيش. مش أكرر الحاجة. يعني كل الوقت تتعباني. لا ينفعش. ما تهمي ليش نفسك. خلي بالك من نفسك يا بنتي. وعاوز أقول لك أن دا في الأول وفي الآخر. ليك أنت. والنفسك أنت. والشخصك أنت. قبل ما يكون لزوجك. أو يجي مثلا يجي الزوج يقول لك من ضمن الأسباب. برضو مش ببرره. لكن أنا بقول لك اسمعي منه الأسباب. ونكن تكوني مش واخدة بالك. طريقة حوارك ما سيقول لك. هي ساعة ما حملت وخلفت. كأن أنا كنت قال علشان هي تحمل وخلاص. وانت رمتني. لا. أو طريقة حوارها حدة جدا. وجفة جدا. وطص جدا في الكلام. عارفيني الناس الصدمية كده. اللي أصلا الواحد بيتحرج وتحرج اللي قدامها. أنت أصلا بتتجنبين عشان ما يحرجوكيش. دي طبعتها. صعب جدا. صعب أنك تطلعي بره إطار الألونوسة والكلام. في المرحلة دي. اللي أنت عرفت فيها وشات وقالتي وخلاص. واستمر مرة بما بالأقوام. وبعد كده واجهتي. خلاص. بلاش في المرحلة دي. تعرفي العيلتين. واتعلي شوف أبداقه. واللي عمل واللي سوى. هاللي كنت هاللي شلتك هاللي عمل. وتجيبي أهلك وتعالي وخاين. وعمل. لا. سبري. مش دلوقتي. هينجابه لو استمح. هينجابه ما تقلقيه. استغفر. صلى الله عليه وسلم. عفو العفية ليكم يا رب. لكن بلاش العيلة والأختك والدنيا وجزختك جاي. شعيف وكده. تعديل وينفع. طب ما هو. لا لا. إزبري. أنا بديك حلول. قبل المرحلة الأخيرة. حاولي الأول عشان إيه؟ عشان نسيب فرصة لرجوعه. عشان نسيب فرصة لنيتوب. ونعينه على التعافي من الأمر. المحرم ده. وما نكونش نعمل للشيطان عليه. وكمان وصية ليك يا بنتي. بلاش في خضم الدنيا دي تفخدي ثقتك بنفسك. وكده سنة وحشة وصلنا وسرحشة. وحب فيها إيه؟ وكيه فيها إيه؟ لا. لا. هو غلط يا معاصر بينه. تحمليش نفسك مع صيته هو ومعصيت غيرك. ولا خطو. انت صالحة. وانت تقي. وانت محافظة على بيته. اللي كلمها دي أيا كان دخل من الشباك دخل من روتر. وانت مزي كده. وانسى الله لهم الهداية. يقولوا أمين. ان شاء الله تقدر تحفظ على بيتك وعلى زوجك.